السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نادة خالد من قناة تكنولوجيا وكمبيوتر قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لك للفيديو واشتراك في القناة فعلوا الجاسعة كله عشان يوصل لكم كل جديد موضوع النهاردة من اهم المواضيع اللي انا هتكلم عليها وهو تفريغ المقاطع الصوتية او تحويل المقاطع الصوتية لكتابة او لنص مكتوب او تفريغ المحاضرات ايا كان العنوان لكن موضوع حلقة النهاردة هو حقيقي مهم جدا كلنا بيكون عندنا محاضرات محتاجين ان احنا محاضرات كتير قوي وحاجات متراكمة كتير ما فيش حد مننا معندوش مش مراكم حاجات عنده كتير في الدراسة وكده او لو برد دراسة وعايزين تحولوا المقاطع الصوتية لنص مكتوب في برنامج المفرغ اللي انا هتكلم عنه نواردة وحقيقي مهم جدا وخصوصا بقى للناس اللي زينا بتدرس لسه وعندنا محاضرات كتير قوي وفي محاضرات بتبقى ساعات لازم ان احنا نفرغها لان بيبقى في حاجات مهمة جدا فيعني برنامجتها النهاردة كويس جدا ومجاني دقته عالية جدا عن تجربة اللي بيدعم اللوع العربية وكمان بيحوق بيدينا اللي هي صيغة الترجمة بالتوقيت هنا بيدعم ويندوز اتنين وتلاتين بيت واربعة وستين بيت وماك كمان فانا هنزل الويندوز اللي عندي هو اتنين وتلاتين بيت فانا هضغط هنا تحميل طبعا لينك لينك الموقع هستبه لكم في صندوق الوصف انا طبعا كنت محمله ابل كاشا كده كانسلتو يعني فديت النسخة اللي عتزهر لكم بعد التحميل طبعا هتشوفوا اولا انتو الويندوز بتاعكم اتنين وتلاتين بيت والا اربعة وستين بيت وبعدين حملوا على حسب يعني ما يتوافق مع الجهاز بتاعكم ضغطت عليه زي ما شفتم بيبدأ يتثبت معنا انا هستنى لحد ما يخلص تثبيت خالص مع نفسه كده وحرجع لكم تاني بس وكان وصل للنقطة ديت وفجأة اختفت وظهرت لنا بقى ايه واجهة البرنامج وده البرنامج لما اه اتثبت لسه في خطوة تانية علشان نفعل بقى البرنامج ويبتدي يشتغل معنا وينفرغ المحاضرات عليه طبعا كل ده يتشرح في فيديو النهاردة كامل اه تابعوا الفيديو للاخر علشان تستفادوا كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنرجع تاني للموقع ونبتدي اه هنلاقي هنا متطلبات عمل البرنامج اه ظهر لنا الجزء ده هنفتح الموقع هنضغط على الموقع اللي هم اه يحطينه ممكن اسجدوكم لينك الموقع ده كمان في صندوق الوصف اول ما بندخل هنا على الموقع ده هنضغط على اه كونتينيو علشان يفتح معنا وجهة الفيسبوك اول ما هتضغطوا عليها يفتح لكم النافذة عشان تسجلوا دخول للفيسبوك بتاعكم فعادي يدخلوا على الفيسبوك من خلال النافذة اللي هيفتحها اه موقع امن جدا اه وده علشان اه الخطوة دي بس ما تصورتش معايا حصل مشكلة يعني وانا بصور فعا يعني للاسف ما تسجلتش معايا فبس ده اللي هيحصل يعني اول ما هتضغطوا على كونتينيو اه فهيفتح لكم ما زي ما بقولكم كده لتسجيل دخول واول ما هتسجلوا دخول وتضغطوا موافقة يعني ما هيفتح لكم بقى الشاشة اللي انتوا شايفينها ديت اه كل اللي احنا هنعملوا ان احنا هنضغط على انا بس عشان كنت منزلة البرنامج قبل كده وانفع علىه كمان فانا بصور هنا يعني انا بعمل كل ده للمرة التانية فبس انتوا خطوات واحدة هتضغطوا فوق على اه هنا اكتبوا بقى اه والنيم اكتبوا اي حاجة هنا بالنسبة للانجوج اضغطوا على اللغة العربية او هنا اول خانة اللي هي اكتبوا اي حاجة بالانجليزي حروف اي حاجة وبعدين هتضغطوا هنا على اه وبعدين اه اول ما اضغطوا بس عليها هنختار هنا ده اللي احنا عايزينه بقى اه هننسخ بس نضغط عليها ومجرد ما احنا هنضغط عليها هتتنسخ معنا الكتابة دي كلها ده ده مفتاح التفعيل او الرمز بتاع التفعيل هنا هنضغط نروح للبرنامج نضغط على علامة الترسل فوي يفتح لنا دي هنا بقى انا طبعا عشان عاملها الخطوة ديت قبل كده فا يعني رمز التفعيل موجوده فانتو بس عتتحطوه وبعدين يعني اعملوا ده كله سيف على البرنامج وبس كده كده بقى نقدر ان احنا نستخدم البرنامج اه يعني نحط الاوديو اللي احنا عايزين اي اي اوديو احنا عايزين نفرغه اي مقاطع صوتية اي محاضرة اي حاجة حطوها هنا نختارها اضافة اه تمام يعني استوعى تسحبوا الاوديو وتحطوه او اه تضغطوا ضغطة ويفتح لكم تختاروا المقطع الصوتي او المحاضرة او الاوديو اللي انتو عايزين تتفرغوه هنا انا بعد ما اخترت المحاضرة اللي انا عايز افرغها اه الجزء ده ما تصورش معايا حصل فيه مشكلة برضو فا اه انا مجرد ما اخترت المحاضرة اللي انا عايز افرغها الزرار اللي فوق ده مكان ايقاف كان موجود ابدأ فانا ضغطت على ابدأ فبس فالنافذة ظهرت معايا زي ما انتو شايفين كده اه دلوقتي هو الاول بيقسم بيقسم المحاضرة المقاطع الصوتية وبعد ما هيقسمها المقاطع الصوتية هي يبدأ بقى ايه يفرغ الكلام اللي موجود في قلب المحاضرة ده دلوقتي اللي بيحصل يعني حاليا بيقسم المقاطع الصوتية اه زي ما احنا شايفين الطريق استخدام البرنامج سهلة جدا 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 اه في اخر الفيديو اه حشرح لكم تاني طريق تفعيل البرنامج من خلال البيدي اف اللي الموقع الرسمي اه كان منزلوا على قناتهم على التليجرام اه انا اوريتكم عملي الجزء ده في الاول وفي الاخر هوريكم البيدي اف اللي هما كانوا سايبين وعشان نشرح برضو اه بشكل اوضح لو في حد مش فاهم حاجة او في حاجة وقفة مع حد فتابعوا الفيديو للنهاية ان شاء الله تستفادوا ولو في حد وقف مع اي خطوة او في خطوة ما هوش فاهمها يكتب لي في التعليقات وان شاء الله حاول ان انا ارد عليكم واحللكم اي مشكلة بتواجهكم ان شاء الله باذن الله هنا زي ما شايفينه وخلاص خلاص المقاطع الصوتية فهيبتدي بقى الخطوة التانية اللي هي اه يعني يبتدي بقى يفرج الكلام زي ما شايفين الكلام تحت بيظهر اهو اه اول ما عيخلص خالص هنلاقيه سايب لنا اه نسكتين هنلاقيه سايب لنا نسخة اللي هي النص بس الواحده وعيبقى سايب عيبقى سايب ملف تاني الملف ده اللي هو اللي هو الترجمة بالتوقيت فعشان لو حد عايز يحط ياخد يعني يعمل فيديو يحط الاوديو يحط الترجمة ويعمل الفيديو معين او حاجة اه كده يعني او يعني ايا كان الاستخدام فمهم ان هو بيسيب لنا الملفين عشان لو حد عايز سواء الملف ده او الملف ده فالموقع ده حقيقي حقيقي او البرنامج ده حقيقي يعني من البرامج اللي انا جربتها ونفعت معي بشكل كبير لان اغلب البرامج اللي انا شفتها بتكون مش مجانية وفي جزء تاني عادي بيكون مجاني بس دقته مش عالية الصراحة فده اكتر برنامج فضلت وحبيت والصراحة بالنسبة للكمبيوتر اه في برنامج تاني نفع معي وكان كويس جدا بس الصراحة لسه ما صورتهش اه ممكن اعمل لكم عليه فيديو تاني ان شاء الله انا مش فاكرة اسم البرنامج دلوقتي بالزبط فحاسب لكم اسمه برضو في التعليقات وان شاء الله اول ما هكون فاضي اصور لكم فيديو اه للبرنامج ده وازاي نستخدمه وكل حاجة بس تخلينا النهاردة في موضوعنا اه ده بالنسبة للكمبيوتر بالنسبة للتريفون حقيقي انا لحد دلوقتي ما لقيتش برنامج يديني يديني الكواليتي اللي انا بفكر فيها او الكواليتي اللي انا عايزها اه بيبقى فيه تطبيقات مدفوعة لازم ندفع لها علشان يديني بالكواليتي العالية اللي احنا عايزينها والبرامج المجانية حقيقية مش كلها بدقة عالية فلو حد مجرب برنامج كويس جدا يكتبه في التعليقات واجربه واقول لكم ان شاء الله هنا زي ما شايفين وخلاص خلاص ظاهر لي هو حفظ بمكان فين فانا دلوقتي بروح للكمبيوتر زي ما هو زي ما هو سايب لي المصار اللي هو حفظ فيه التفريغ او النص يعني فانا دلوقتي ماشي زي ما هو سايب لي المصار بالزبط انا دخلت الاول على السي وبعدين من السي دخلت على اليوزرز وبعدين على اسم الكمبيوتر بتاعي والاب داتا وبعدين اللوكل ودلوقتي بقى بدور على البرنامج المفرغ فدخلت فعلا زي ما هو سايب لي المصار تماما انتو بس شوفوا روحوا على نفس المصار اللي هو سايبه لكم ده كده المحاضرة بعد ما تم تفريغها دلوقتي انا هدخل وسايب الـ SRT وسايب الـ Ticket فانا هعمل Control A للـ Ticket كله زي ما شايفين وطبعا يعني كاتب كل حاجة في المحاضرة تقريبا ما سابش حاجة انا هعمل بقى Control A للـ Ticket ده كله وابتدي اعمل Copy علشان اخذه وروح لملف Word وحطه يعني عايزة ازبط الـ Word وزبط التنسيق والحاجات دي كلها علشان احفظه BDF وابتدي بقى انه نقرأ والافضل طبعا انه اللي انا هعمله انه حقرى محاضرة لو مهمة اوي ومحتاجة فعلا انها تكون كل حاجة معايا فهياني اشوف بقى الـ BDF احطه قدامي واسمع الدكتور بي واسمع الأوديو او اسمع المحاضرة تاني وكلام قدامي لو في حاجة هبتدي بقى ان انا اخذها كملاحظة عندي ده اللي انا هعمله ولو المحاضرة مهمة اوي يعني لو المحاضرة يعني المادة نفسها يعني ايه مش محتاجة الكلام ده كله يعني مش مهمة اوي من الاخر فهيبتدي ان انا اللي انا هعمله ان انا هقرى الكلام وخلاص ولو لقيت حاجة مهمة اوي فهيبتدي ان انا اخذها عندي في النوتس بس لو عشان اقول حاجة برضه كمان اللي انا هعمله بقى في المادة ديت لان يعني الدكتور اللي بيشرح المادة كل حاجة تريبا بتبقى موجودة في الورق اللي هو بينزله فالله انا هعمله اللي انا هقارن كلام اللي هو قاله بالمكتوب في الورق بتاعه ولو لقيت حاجة مش ما كانتش اي لها او حاجة زيادة او كده حبتدي اخدها في النوت ده اللي انا هعمله بالنسبة للمادة ده اللي المادة ديت اقصد عفوان آآ فالموضوع بالنسبة لي في المادة ديت يعني مش هيبقى موتها يبقى قوي آآ عكس في ده كاترة تانية بتقف محتاج كل حاجة يعني بتتكتب وكده بيجوا مزودين حاجات عن الموجودة في الورق اللي هم منزلينه بكتير فعلى حسب انتو على حسب الدكتور اللي او على حسب المحاضرة على حسب الحاجة اللي انتو بتفرغوها اصلا آآ فبس كده آآ وعيز اعرف رأيكو في حوار المحاضرات المتراكمة والوعات بتستخدموا البرنامج ازاي حاب بعرف تجربة كل حد آآ وان شاء الله ربنا يسهل الحل لنا جميعا ويوفقنا والسنة تعدي وبالمناسبة دي هتأخر سنة ليه في الكلية فدعولي علشان حقيقي سنة متعبة جدا ومواد كتير وكده آآ ده البيدي اف اللي انا قلتلكم عليه هنبتدي بقى زي ما شايفين هم سايبين خطوة خطوة آآ الملف ده برضو ممكن اسيبه يعني اسيبلكم لينج تحميله من قناتهم على التليجرام الرسمية آآ اول خطوة زي ما شايفين بندخل على الموقع اللي هم سايبينه نضغطوا عليه بسة عيحولكم تاني حاجة بكون بتسجيل دخولك على حساب الفيسبوك زي ما قلتلكم اول ما احنا اضغط هنا على كونتينيو الفيسبوك وميتا آآ ونبتدي نسجل دخول على الفيسبوك زي ما شايفين اهو يعني اعني اضغط على الزرار اللي هم آآ زرار مكتوب فيه كونتينيو وزميتا نضغط عليها يحولنا على تسجيل الدخول للفيسبوك ونبتدي نسجل للحساب بتاعنا تاني تالت خطوة هنضغط على نيو ايب زي ما عملنا في في اول الفيديو او في نص الفيديو خطوة رقم اربعة ان احنا عن بعد ما ضغطنا على نيو ايب يظهر لنا بقى النفيزة ديت اول خانة اللي هي النيم اكتب بصوا اكتبوا اي اسم بالانجلش آآ عشان يبقى يعني اسم بتاعنا تاني حاجة بنحدد اللغة العربية والحاجة الاخيرة بنعمل مش مش قابل وبعدين ده الخطوة رقم اربعة الخطوة رقم خمسة اللي هو بيظهر بقى المعلومات دي فاحنا عن نبتدي نضغط على آآ مرتين عن نضغط على الاسم مرتين الخطوة رقم ستة نختار زي ما شفتم في العملي آآ في الاول وبعدين بنختار وبعدين بنضغط بقى على علشان ننسخها وبس كده ده مهمة الموقع وده كل اللي احنا هناخده الموقع نروح بقى على برنامج المفرغ نضغط على الترسل لنا او آآ علامة الاعدادات حيفتح لنا الاعدادات فاعته بقى المفتاح اللي تحت ده فاضي فعنبتدي نحط الرمز اللي احنا نسخناه في الاول ونضغط حفظه بس كده دي خطوات التفعيل كده شرحتها معاكم من الفيديو في اللهم ما سايبين وعملي في اول الفيديو اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته